موسيقى الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من عباده وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين وارضى اللهم بفضلك وكرمك عن آل بيته الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تركتكم في اللقاء الماضي عند نقطة وأردت أن أقف عندها هنيهة وقلت لكم ضعوا تحتها خط من كلامي المثنى بن حارثة الشيباني الذي عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحليله للواقع عرض عليه الأمر كما هو أعطاه الموقع الجيو السياسي والجيو السراتيجي لقبيلة بن شيبان قال له يا رسول الله يا محمد يا أخا قريش نحن جايين في الحدود نتاع إمبراطورية فارس ورانا ديرين معه عقد اللا نؤوية محدثا معنى أي واحد جاب حدث جديد يمكن يناوئ كسرة لا نستطيع إيواءه وإمبراطورية فارس أو إمبراطور فارس عذره غير مقبول وذنبه غير مغفور وإن هذا الأمر مما تكرهه الملوك فإن أحببت يا محمد أن ننصرك مما يليميها العرب يعني نحن نستطيع أن نحميك وأن نمنعك دون العرب وبلغ رسالتك كما تشاء أما دون كسرة فإننا لا نستطيع وهذا أمر تكرهه الملوك بالله عليكم أيها الأحبة ما الذي جعل المثنى بن حارثة الشيباني يدرك مباشرة من دعوة الإسلام أن هذه الدعوة مما يستنكرها ويكرهها ويعارضها الطغة ما الذي جعل المثنى بن حارثة الشيباني يفقه كل هذا في جلسة واحدة الشيء اللي رب سبحانه وتعالى أكده لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الكرام في القرآن الكريم طيلة العهد المكي أن هذا الدعوة دعوة لا إله إلا الله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ألا تعبدوا إلا الله هذا مما يكرهه كي نقول الملوك مش معنى عامة الحكام لا الملوك يقصد به الطغاة المستبدون الذين يتألهون على البشر كيف فهم هذا المنطق؟ هؤلاء أيها الإخوة الأحباب من العرب والعرب يفهمون لغتهم يعونها جيدا يعلمون أنه حين تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله معناها أن تنخلع من عبادة غير الله معناها أن لا تدين بالولاء والخضوع والطاعة إلا لله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم ولمن اتبع الله ورسوله هذا هو مشهم لا إله إلا الله محمد رسول الله معناها أن لا أتحرك في حياتي في كل نشاطاتي في كل مجالات حياتي أن أبنيها وفق الإسلام حياتي كلها مماتي كلها مماتي نشاطاتي نسكي كل ذلك ينبغي أن يكون تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به فمنطق الإسلام البسيط هذا هو أنك حين تعلن أنه لا إله إلا الله عز وجل وأن محمد رسول الله معناها أن تنخلع من الجاهلية معناها أن تنخلع من كل التقاليد والعادات التي لا يوافقها الإسلام وأن تدخل وأن تعلن أنك مستسلم لأمر الله في شأنك كله الطغاة لا يريدون ذلك المستبدون الفراعين لا يريدون ذلك يريدون للضعفاء يريدون للمقهورين أن يبقوا دائما تحت أحذيتهم يريدون أن يتأله على البشر وقد قالها فرعون بلسان مقاله قال ما علمت لكم من إله غيره قال أنا ربكم الأعلى وقال رب العالمين فاستخف قومه فأطعوه إنهم كانوا قوما فاسقين أيها الأحباب المثنى على شركه قبل الإسلام قبل أن يدخل الإسلام فهم هذه الحقيقة أن هذا الدين يعارضه المستبدون والطغاة لأنه دين يدعو إلى الإنعتاق والتحرر من عبودية البشر والدخول في عبودية رب البشر ربعي بن عامر رضي الله عنه وأرضاه لما التقى قائد الفرس قال ما الذي جاء بكم قال نحن قوم ابتعثنا الله أخرجنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد فالكل حاكم ومحكوم رئيس ومرؤوس مسؤول وتابع لمسؤوليته غني وفقير رجل ومرأة كبير وصغير كل ذلك سواسية أمام قانون الله عز وجل وأمام شارعة الله عز وجل هذه حقيقة الإسلام التي يرفضها الطغاة وهذا ما أدركه المثنى بن حارث الشيباني بأن ملوك كسر لا يقبلون هذه الدعوة وهذا الذي أثبتته الأيام عندما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة إلى كسر ملك فارس يدعوه فيها إلى الإسلام في العام السادس من الهجرة كسر هذا بكبره وطغيانه مزق الصحيفة وأمر إثنين من أمرائه أن يذهبوا إلى المدينة وأن يحضروا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا ذا لهم وانتد حي أو ميت لازم تجيبه هذا منطق الطغاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استمع إلى كلام المثنى بن حارث الشيباني انظروا إلى خلق النبي عليه الصلاة والسلام انظروا إلى حسن أدبه قال عليه الصلاة والسلام ما أسأتم إذ أفصحتم بالصدق يعني مدحهم على صدقهم ولكن قالهم ولكن هذا الدين لا يتبعه ولا ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه انكمل العبارة ثم أعود فأقف عند هذه النقطة قال عليه الصلاة والسلام ولكن هذا الدين لا ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام أرأيتم إن لبثتم إلا قليلا فأورثكم الله ديار فارس وأرضهم أتسبحون الله وتقدسونه فقال النعمان بن شريك قال اللهم فلك ذلك انتهى اللقاء أعود إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال ما أسأتم إذ أفصحتم بالصدق شكرهم على صدقهم شرق شكرهم على الأريحية شكرهم على خطابهم الهادئ شكرهم على حسن أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وبالذات على صدقهم ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام أنتم اشتردتم علي أنه لا ينصر هذا الدين اشتردتم علي أن تحموني وتمنعوني مما يليميها العرب وأن لا تمنعوني من جهة كسرة وهذا شرط بالنسبة لي هذا شرط مرفوض لأن هذا الدين جاء ليخاطب الناس كافة جاء ليقول للناس كافة كفاكم تألها على البشر وأقول للمستضعفين كفاكم عبودية للبشر كفاكم عبودية للأهواء كفاكم عبودية للتصورات الجاهلية الفاسدة كفاكم كفاكم عودوا إلى الله عودوا إلى خالقكم لأن الله الذي خلق هو الذي ينبغي أن يأمر هو الذي له الأمر ألا له الخلق والأمر فما نقدرش نمشي معاكم في هذا الاتفاق لأنه ربما غدوة كسرة يريد أن يقبض علي فما تقدرش تمنعوني منه وهذا الدين لا ينصره إلا من أخلص له وإلا من أعلن استعداده التام للتضحية في سبيله وفي سبيل نصرته بكل غال ورخيص والاستعداد التام للتضحية في كل الأحوال ومع كل الظروف والمقتضيات لحظوا معايا أيها الإخوة والأحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم في فترة ويني حوس عن الحماية فعلا لكن حتى وهو يفاوض في لحظات الضيق لا يستطيع أن يفاوض على حساب مبادئه لا يستطيع أن يفاوض على حساب الهدف الذي رسمه عليه الصلاة والسلام بني عامر بن صعصع قالوا له شرط ما هو الشرط؟ قالوا له أن يكون لنا الأمر من بعدك قالهم لا الأمر لله يجعله حيث يشاء بني شيبان قالوا له دينا منعوك فقط من العرب لكن لا دخل لنا بكسرة فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحصل على حماية تامة ومطلقة على نصرة دون أي شرط ودون أي قيد لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء ليقيم دين الله في الأرض جاء ليبلغ رسالة الله تبارك وتعالى في الأرض جاء ليعلن أو جاء ليسعى أن يمكن دين الله في الأرض وأي شرط يفسد هذا الهدف فهو شرط مرفوض حتى ولو كان رسول الله عليه الصلاة والسلام في وقت الضيق والحرج رسول الله لا يريد الحماية لنفسه أو اندصر لشخصه رسول الله يريد لدعوته أن تنتصر ولدعوته أن تصل وتبلغ مراميها وأهدافها وأي شرط يفسد هذا الهدف فهو شرط لاغن ولا محالة لكن لاحظوا معي أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن ينصرف أعطاهم بشرى وفي نفس الوقت بشرى في صيغة تحدي قال لهم أرأيتم وش رأيكم لك أن نقولكم يا بني شيبان أنتم الذين تخافون من كسرى وأنتم الذين أخذ عليكم كسرى العهود والمواثيق فإن الله تبارك وتعالى سينصركم عليهم وسيورثكم أرضهم وديارهم إذا حدث ذلك هل ستسلمون وتسبحون الله وتقدسونه ناس صادقين حتى وهم على شركهم فقالوا اللهم فلك ذلك فعلا الذي حدث أيها الإخوة الأحباب من عجائب القدر أن هذا القبيلة قبيلة بني شيبان لكانت ترتعد فرائصها من إمبراطورية فارس وفعلا إمبراطورية كبيرة هزمت الروم وأخذت صليبهم الأكبر هذا القبيلة بالذات التي كانت ترتعد فرائصها من فارس لما أسلمت تغير ميزان القوة عندها من قبل كانت تخشى البشر لما أسلمت أصبحت تخشى الله وحده يشاء الله عز وجل هذا القبيلة التي كانت تخشى فارس هي القبيلة التي كانت رأس الحرب في تحطيم إمبراطورية فارس هذا المثنى بن حارث الشيباني الذي خاطب رسول الله هذا الخطاب وقال لها من قدروش نجيرك من دون فارس هو نفسه الذي كان قائد جيوش الفتح الإسلامي طبعا تحت سعد بن أبي وقاص قائد من كبار قادة الفتح الإسلامي في فتح بلاد فارس وتحطيم إمبراطورية فارس في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه انظروا إلى هذه القبيلة إن صحب تعبير الصغيرة كيف حولها الإسلام إلى قوة ضاربة وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة